وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله أكرر القول بأنه لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم العلمي والإعلامي والدعوي في جانب وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر وقد عودتكم بفضل الله جل وعلا قناة الرحمة أن تواكب الأحداث أولا بأول إذ لا يجوز أبدا أن تتحدث كل وكالات الأنباء من منظور سياسي وأن تظل الأمة منتظرة كلمة العلماء والدعاة لا من منظور سياسي ولا من منظور استراتيجي ولا من منظور عسكري وإنما من منظور قرآني شرعي ونبوي فما أحوج الأمة الآن في هذه الأزمة وفي كل أزمة أن ترجع إلى كتاب ربها جل وعلا وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم فما من قضية إلا وقد بينها ربنا جل وعلا في قرآنه ووضع لها الحلول الواضحة ولكن الأمة إلى هذه اللحظة لم ترجع إلى كتاب الله لتسترشد به ولتأخذ بأحكامه ولتمتثل أوامره ولتقف عند حدوده ولا ينبئك مثل خبير القدس إسلامية الهوية عربية المذاق احترق قلبي وأنا أتابع كلمة بكلمة نتنياهو وهو يخطب أمام هذه المنظمة الصهيونية المتطرفة المتعصبة التي تسمى بالإيباك في قلب أمريكا أمام العالم الغربي كله وأمام العالم الإسلامي كله وهو يعلن بصلف يهودي مشهود ومعروف أن القدس ليست مستوطنة ولا ينبغي أبدا أن يلوم إسرائيل هذا على حد قولهم فأنا لا أحب أن أسمياه إسرائيل إجلالا مني لنبي الله يعقوب فهو نبي الله إسرائيل يقف نتنياهو بصلف وكبر ليعلن في قلب أمريكا في قلب الدولة التي تعرف بالراعي لعملية السلام المزعومة ليعلن أمام العالم الغربي كله وأمام العالم الإسلامي النائم المهزوم أنه لا ينبغي أن يتحدث أحد عن القدس كمستوطنة بل القدس عاصمة أبدية لدولة إسرائيل على حد تعبير نتنياهو ومن ثم فلا ينبغي لأحد أن يتكلم عن قضية الاستطام أو عن قضية بناء المستوطنات في مدينة القدس لأنها عاصمة دولة إسرائيل والعالم كله يسمع ويتابع بل ويصفق الحاضرون بحرارة يحترق فيها قلب كل مسلم صادق غيور لهذه الكلمات التي يعلن فيها رئيس وزراء دولة بن صهيون عقيدته في نصره لعقيدته التي يراها حقا لعقيدته الباطلة التي يراها حقا فاليهود متخصصون في عولمة المزاعم اليهود متخصصون في عولمة المزاعم يذكرون الأكذوبة ويطيرون الزعم ثم يدندن الإعلام الذي يملك اليهود في أمريكا وفي أنحاء أخرى دفته ويوجهون هذا الزعم توجيها معينا بطريقة إعلامية حرفية كبيرة حتى يصر هذا الزعم بعد سنوات في عقول وقلوب كثير من الخلق يصر هذا الزعم حقيقة ولا يمكن على الإطلاق أن يتحول الباطل إلى حق مهما انتفخ الباطل وانتفش ولا يمكن على الإطلاق أن يزول الحق بالكلية مهما انزوى الحق وضعف فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقة وورب الكعبة سنظل نبين الحق ما دامت فينا روح تتحرك في عرق في أجسامنا وأجسادنا ولن نترك الأجيال أبدا لتضلل من إعلام أبي لمعة الفشار الذي يضلل الحقائق ويلبس الحق بالباطل بل ويكتم الحق تعالوا بنا الليلة أيها الأفاضل لأكرر القول وسأكرر القول لنبين لأجيالنا ولأمتنا ولشبابنا ولإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا تاريخ القدس حتى لا يتوهم متوهم أن القدس عاصمة دولة اليهود في وقت من الأوقات أو ستكون عاصمة لدولة اليهود في وقت من الأوقات إلى الأبد تعالوا بنا لنتعرف الليلة على تاريخ القدس باختصار شديد وفي فقرات وكلمات محددة ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة لكل منصف عاقل يريد أن يقف على الحق وأن ينصر الحقيقة أقول لنتنياهو ولزعماء أمريكا ولزعماء أوروبا ولزعماء العالم الإسلامي هذا هو تاريخ القدس يا من تبحثون عن الحق والحقيقة أولا القدس وأود أن تترجم هذه الحلقة بلغات الأرض ليسمعها كل أهل الأرض وأنا لن أتجاوز مقاعدة